يا هلا والله فيكم بحلقة جيدة من قصص ألعاب مرعبة طولنا الغيبة وجبنا الغنائم اليوم عندنا قصتين مرعبتين ومثل ما تعودنا اللي يخاف لايقيت والحين خلونا نبدأ أول قصة معنا اسمها Blood and Gore 84 يتذكرها وكان حصلت البارحة هو في عمر الواحد وعشرين واخو ديريك عمره 17 وعكس اخو الصغير هو كان هادي وما يحب يطلع من البيت وعنده أصدقاء محددين بس ديريك كان يحب يطلع ويتعرف على أي أحد ويحب الحياة مثل ما يقولون لكنهم يتفقون على شيء واحد اثنين هم يحبون العاب بالفيديو جيمز وفي وقت إصدار إضافة World of Warcraft Wrath of the Leech King كانوا متحمسين جدا عشان يلعبونها لأنهم مدمنين لعبة واو بعد الإصدار كل واحد اشترى لنفسه نسخة خاصة فيه وبدأوا يلعبونها بشكل مستمر لمدة ثالث الشهور وبفضل أن ديريك كان يحب يطلع وما يلعب كثير أخوه تقريبا خلص بشكل تقريبي 80% من اللعبة وبعد ما هزم الزعيم الأخير The Leech King حس أنه اكتفى من اللعبة ووقف اللعبة أن يعرفهم معرفة شخصية يقول ديريك أنها بنت من قرية قريبة منهم وسأل عن معنى رقم 84 يقول أنه ممكن سنة ميلادها وما أعطتها اسمها بالكامل وقالت له أنه اسمها لوسي وقالت له أنه ما تعرفها نهائيا في الواقع وعرفته من اللعبة بس وبعد من رفتها من الزمن أعطت البنت اسمها بالكامل الوسيل فريدناند وحتى أنه أعطتها رقمها عشان تواصلون برسائل إذا ما كانوا يلعبون وخلال أسابيع من تواصل فيما بينهم لاحظ أخو الكبير أنه تغير بشكل كبير بشرته صارت شاحبة وما يطلع أبد وما صار يروح المدرسة وكان بس يتواصل مع البنت حسب كلامه أنه شخصية قوية وفاهمة في مور الانتحار مع بعد الموت وموضي غريبة كثيرة وهذا الشيء خل أخو الكبير وأهله ينزع جوما الموضوع لذلك قرر أنه يكلمه ودخل عليه الغرفة وكان وجه دريك شاحب ويطالع عش هاجة الكمبيوتر نادى أكثر من مرة عشان ينتبه له حاول يقوله أنه أمه وأبوه خايفين عليه لكن ما شاف أي استجابة منه حتى أنه بده يصرق عليه وكيف أنه لعبة غيرت حياتك وخيرا دريك تكلم وقال أنه ما عنده أي اهتمام في اللعبة وأنه مشغول في المكالمات مع البنت وكيف أنها ذكية وفاهمة في أمور دينية وبالذات المسيحية وكان يأشر على الصليب والنهر ما في الزبالة استغرب أخو الكبير من وضع وصار في باله ألف سؤال وسؤال من هذه البنت وإذا أنها ذكية وعقلها متفتع كيف سمي نفسه بذل اسم بلود أنجور ايتيفور يعني دم وحشاء رقم ثمانية واربعين ما كان شي منطقي في اليوم الثاني البيت ما كان في أحد ورح دريك يكلم أخو الكبير ويقوله أن البنت بتجي وتلعب واو معاه الأخ الكبير وافق بس تذكر اللحظة أنها من موليد ايتيفور يعني أنها أكبر منه بس قال أنه عمره 17 ويعرف كيف يدافع عن نفسه وبعدها طلع الأخ الكبير مع أصحابه وبعد ساعاته في طريق الرجع للبيت لاحظ أنوار كثيرة عند البيت والشرطة متواجدة بكثرة لما قرب حصل أمه تبكي بجنب عمته ولما سألهم إيش اللي صار قالت عمته أنه لما رجعوا أمه وأبوه للبيت ما حصلوا درك والبيت كان فوضوي بشكل مخيف دخل أخ الكبير للبيت وكان البيت مزحوم بالشرطة وشاف أن الطاولات مقلوبة وبعضها مكسرة والتلفزيون طايح بالأرض والأغرب أنه في بقعات كبيرة سودة على الجدران لما راح المطبخ شاف صليب ولكن بأعداد كبيرة مرمية في الزبالة من هنا انفجع تذكر البنت وكيف نقناعت أخوها بأذكارها وراح بشكل سريع الغرفة تخو وشغل الكمبيوتر فتح حسابه في اللعبة ومن هنا جت الصدمة الكبيرة كان واحد من لسه موجود أونلاين وبإسم بلد أنقور حاول نرسل اسم رسالة تهديد لكن ما في أي رد منه هل الرقم 84 يعني رقم الضحية؟ الأخ الكبير والحد هذه اللحظة كل فتر يشوف الرقم يزيد وما في أي أثر لخوه ممكن يكون درس؟ لا تتعرف لأي أحد أونلاين وتطلع معاه أو تخليجك البيت لأنه يمكن يكون قاتل قصتنا الثانية في نفس الوقت وكان يلعبون وكانوا فنانين فيها وداما يوصول مستويات عالية في البرستيج قبل أن يتوفى جورج أعطى حسابه لصديقة نيثن وبعد سنين طويلة من وفاته قرر نيثن أن يلعب بحساب صديقة والحساب كان اسمه سيثن وكان على إصدار لعبة كوليف دوتي وولد وار 2 وحاب أنه يوصل للبرستيج العاشر تشريفا لصديقتهم ولما كان نيثن يلعب وكان الفريق الثاني بفوز عليهم قرر أنه يشوف كم مرة قتل وهنا كانت الصدمة شاف اسم الحساب سيثن 1 يعني حساب ضيف من نفس الجهاز والشخصية كانت تلعب ترك الكنتورال اللي وهله من الرعب حتى نلاحظ أن الكنتورال الثاني اللي يمتلكه كان يشتول والخريطة اللي بعدها واللي بعدها من نفس الطريقة حساب الضيف يلعب معاه وبعض الأحيان كان يقتل أكثر منه بعد برغم أننا كان في حساب ضيف معاه لأن الشاشة ما انقسمت للنصين ولذلك كمل اللعب ولما قرر يوقف لعب وطف الجهاز لكن قبل ما ينطفى الجهاز سمع الصوت من المايك يقول له جود نايت نيثن يعني تصبح لخير نيثن نيثن جت حالة من الخوف غير طبيعية حتى أنه ما قدر ينام وبعدها بأيام قرر يشتري لعبة ثانية وما يرجع لأي لعبة Call of Duty ولما كان نيثن يدور على اللعبة في المحل فجأة سمع صوت يقول له If you do that we can't play anymore يعني إذا سويت كذا ما راح نقدر نلعب مرة ثانية بدأ يتلفت وكأن الوحيد في المحل وما في حد غيره رجع للبيت بسرعة ودخل الغرفة وشاف أن الجهاز شغال ودخل الضيف على طول ومن الرعب كان يقول في داخله إن هذا أكيد صديقي جورج اللي توفى لقى بفترة مع الضيف وقررنا ينام وهنايم بدأ يحسب وجود شيء فتح حينه وحصل صديقه يحوم فوقه بشكل مباشر ويقول شكله ما كان عادي ما كان هو كان جسمه متعفن وغريب حاول تواصل معاه وقال له You are in danger and will die in 40 days I want you to be safe يعني أنت في خطر ورح تموت في 40 يوم أنا أبيك أنت تكون سليم واختفى بعدها جورج وترك نيثن في صدمة ولا يعرف هل يخاف من المنظر أو من الكلام مرت 40 يوم وكان يشوف صديقه في كل مكان ووقت النوم يكون واقف في الغرفة يراقبه وفي المطعم يشوفها جالة في طاولة شخص ثاني يراقبه يقول ما صرت أخاف من شكله لكن وجوده كان مرعب ونظراته أكيد أكيد أي شخص يموقف وراح يستجن وبعدها لسمع صوت الدكتور أوكي نيثن سمعت كلامك للنهاية سيد وليام كنت أتكلم مع ابنك نيثن وظن أني أعرف إيش الخطأ فيه كل هذه القصص وقلة النوم ورأي اللي يشوفها الصديقة هذه من عراض مرض الفصام بعد أن نيثن قام يتكلم لا أنت غلطان أنا أعرف إيش شفت أنا كنت أشوف صديق يلعب معاي أنا ما فيني شي أنا بس أشوف أشياء والدكتور يسأله متى خمار شفت جورج ورفع عيني نيثن وشاف جسد جورج خلف الدكتور وكأنه يأشر له تعال وقف نيثن بشكل لا شعوري وكان قدامه نافثة كبيرة مقرب منها والدكتور مستغرب يسأله إيش قاعد تسوي؟ نيثن يرد قال لي أمرني في جورج ونظر الأسفل وشاف جورج تحت في الأرض يقول له تعال وبلا شعور شاف نفسه نطايح من الدور الخامس وكل ما قرب من الأرض اكتشف وجه صديقة يكون مشوه ومرعب أكثر من السابق وقبل لا يرتضم بالأرض وكأن الزمن توقف سمع صوت جورج يقول له يعني آسف يا صديق العزيز ما في حياة برزخية ثانية بعدك حنا كنا أصدقاء إلى الأبد ورح نظل مع بعض إلى الأبد وبعدها صوتة طامبلر وهذه كانت قصتين حققتنا نروعب بعطونا اشراككم فيها بالتعليقات وإن شاء الله تكون عجبتكم وأيضا لا تنسونا اللايك وليما تشترك القناة يشترك القناة عشان تشتركوا فيديوها طريق مثل كذا كم معاكم فتش شيحة بعد طول غياب أخيرا رجعت لكم فنشوفكم في فيديو ثاني أعطيكم العافية مع السلامة